اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل الفضائيات والسوشيال ميزيا كانوا بيتكلموا عن الشاب اللي هو انتحر انا مش هذكر انت ليه عملت كده او اي حاجة ولكن انا هقول حاجة بسيطة جدا وايل لما لا يرى في حياته معنا ومن يمتلك سببا يعيش من اجله فانه يستطيع ان يتحمل اي حال باي طريقة يعني مهما كانت المعاناة والشد وضغوط الجامعة والاسرة وكل حاجة ضغطت عليك ما توصلش لمرحلة ان انا افكر في الانتحر اكيد في سبب خلاك غير الحاجات دي كلها ان انت توصل لكده فلازم نكون نفكر ونحسبها صح نفكر ازاي لو انا عملت كده ربنا هيحسبني ازاي لو انا عملت كده زن بايه ابويا وامي او الاسرة فالتفكير السليم والهدف والاراضة والمعنى هيوصلنا لطريقة ان مهما كانت المعاناة ومهما كانت الشدة اللي انت فيها والضغوط مش هتمشي بالطريقة دي نحسبها صح ونفكر صح اقولك اللي حاجة برضو يا نادا هي ممكن تكون مشكلة محدش سمع يعني انا تقريبا قريت ان هو قال لكذا حد مثلا انا بفكر في الموضوع انا في دماغ الموضوع محدش سمعه محدش سأله محدش قاعد اتناقش معاه محدش طلعه من اللي هو كان فيه من الحالة اللي هو كان فيها فهي ممكن يكون اخر حاجة وصلها هي ديت الله اعلم به بس ايه هقولك على حاجة الدكاترة النفسيين بتبقى عندهم مشاكل نفسية ودايما اي طبيب نفسي او اي حد منهم بيقولك ايه انا بحب ادخل المجال ده علشان هو عانى بحاجات كثير فعن طريق ان هو يدخل المجال ده بيوصل صوته وبيبدأ ان هو يساعد الناس من خلال المعاناة اللي مر بيها ودا كان ذكر دكتور فيكتور فرانكل كان قال ان المعاناة تتوقف على ان تكون معاناة بشكل ما في اللحظة التي تكتسك فيها المعاناة معنى مثل معنى الارادة يعني لو هو عنده ارادة وعزيمة ان هو ما يعملش الحاجة دي ويتغلب على كل الحاجات اللي معاه مش هيتوصل بينه هو يفكر في الانتحار خالص فدي اكيد فيه مسبب قوي جدا وصله لكيه الله يرحموا ويعني اتمنى ان احنا ما نشوفش حاجات زي دي بعد كده تمام؟ نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع مع دكتورة رانيا صلاح ونشوف هنتكلم معاه فيه وانشوف هنتكلم معاه فيه ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنرحب بالدكتورة رانيا صلاح زيك يا دكتور اهلا بيك يا هودا اهلا بيك اشرفتنا النهاردة ربني اخليك باللقاء التاني لقاء التاني طبعا اهلا بيك ربني اخليك يا دكتورة رانيا صلاح اخصائي تخاطب النهاردة هنتكلم معاه في مواضيع كتير اه هتتكلم وتوصل صوتها وكل حد عايز يستفسر عن اي حاجة اب او ام الارقام التواصل موجودة على الشريط يبدأ ان هو يتصل بالدكتور والدكتور هترد وتجاوب على اي سوية فياريت بقى الاظن تستمع بدقة احنا النهاردة هنتكلم على الاحتياجات الخاصة اه ممكن نتكلم عليها بتوسع شوية اه نقول مثلا الموهبة كنت يا عزة تسأليني على الموهبة هل عندهم مواهب هل عندهم مواهب لا خالص يبقى العقل السليم مش بشرط ان يكون جسمه سليم هل الاعاقة السمعية الاعاقة البصرية لما طفل يكون او برضو شاب يكون كفيف هل معناها ان عقله مش سليم او مش سوي يبقى نقف شوية عندها مش شرط خالص ان يكون العقل السليم في الجسم السليم اه لا عندي زي والاحتياجات الخاصة زي والمشاعر الرئيئة انا على طول بنسميهم في المجال بتاعنا كده لانهم عندهم مشاعر محتاجين حد يحس بيها محتاجين حد يخرجها محتاجين حد يطبطب عليهم اه الحمد لله مؤخرا في المجتمع ابتدينا نلمس ده ابتديت اشوف توعية كتيرة جدا على السوشيال ميديا وعلى التيفي اه الاهتمام بزيو الاحتياجات الخاصة في الفترة الاخيرة اخرا رئيس السيسي عامل دعا مجبير جدا اه مصر مليانة خير مليانة فعلا خير بس محتاجين حد يمدي ايده اه تمام من المسؤول معايا انه هو ياخد بيديهم مين المجتمع المدرسة البيئة المحيطة الاسرة كل دول ماما كل دول كل دول مسؤولين انه هما ينموا قدراته كل دول هما المسؤولين انه هما يكتشفوا انه عنده موهبة هو دلوقتي كمان تقريبا في كل نادي لازم يبقى فيه فريق قدرات خاصة وبيطلعوا بياخدوا بطولات وبياخدوا جوائز فعلا احنا ابطال بطل العالم في فيزيو الاحتياجات الخاصة من الاعاقة الحركية عندنا موهبين كتير عندنا متلازم الدون طالع منها رحمة مزيعة طالع منها هبة اول مضيف الطيران مصرية متلازم داونساند روم عندي ابراهيم اول دكتور في جامعة يعني ما شاء الله عليهم تفتكري دول طلعوا كده ولا المجتمع ساعدهم المدرسة ساعدتهم امامة في البيت ساعدتهم عندك نرجع بالزمن اللي ورا كده شوية اديسون معروف جدا انه هو خرج من المدرسة الكصة المعروفة على السوشيال ميديا اللي هو كتبوا جواب لمامته وقالولنا ان احنا مش عايزينه في المدرسة هي اخفت الجواب لحد ما ابنها كبر وشافه طيب هي عملت ايه امهات كتيرة جدا بتستسلم وبتقول انا ابني عنده اعاقة ابني جاله توحد ابني عنده متلازمة ابني اعاقته هتخليه يعوقه في المجتمع بتخبيه وبتدريه وبتقفل عليه برغم ان هي ممكن تخرج منه الموهبة دي برغم ان هي ممكن تقف معاه وتسنده زي ما مامة اديسون عملت معاه كده واصبح العالم اصبح مخترع اخترع اكتر من الف اختراع من مين؟ من ماما تمام؟ دلوقتي احنا قادرين ماما والمدرسة والنادي والمجتمع كله يقف معاه واحنا كلنا معاه ان احنا نطلع منه ايه قدراته الخفية تقدر يتنمي قدرات الطفل من هو وصغير لما يكون عنده اي نوع من اي اعاقة بطريقة الرسم الكتابة السلصان طريقة اللعب الفن اللي هو اسمه ايه؟ الفن واللعب بالايه؟ او التعليم باللعب ان انت ممكن توصلي له معلومة باللعب ممكن توصلي له معلومة بالتقليد تعملي حاجة قدامه وهو يقلدك سايكو دراما وسوسيو دراما بالضبط تمام هو ده اسمه العلاق بالفن او العلاق باللعب بس عندي سؤال لحضرتك يا دكور دايما بعض الامهات مش كلهم وممكن يكون خاصة كلاس اي وكلاس بي تماما مش تحت لما بيكون عندها طفل معاق حركيا او واتفر اي اعاقة تصاري يا سامعي بتقول انا الطفل ده عبق علي والطفل ده منخليه شكلي مش كويس قدام الاسرة او قدام المجتمع ان انا بخرج به فبتروح توديه لملجة او لمدارس خاصة داخلية بالضبط كتير وبدو مدارس خاصة داخلية وبتبدأ ما تتبعه من بره هو قائب معا بس بتتبعه من بره لكن انت متبقاش معا انت خليت حياتي كلها كائبة او بتقفل عليه في البيت لما تيجي تنزل ما تبقاش نازل دي او لما يجي لها ضيوف ما تبقاش قدته مثلا ولما يجي لها ولد بقى طبيعي ساوي تفضلي ما تستهلش تبقى امامته بالضبط ده هو حد منتهى الرئة مشاعره رئيئة جدا صدقيني هو هتخرج منه حاجات كتير لو قفت معاه ابني ابني هو فيه اكتر من الكلمة دي ابني ابني ازاي انا ممكن قلبي يطوعني ان انا ممكن احطه في ملجأ زي ما بتقولي او ان انا ادخله في مدرسة داخلي واشوفه كل كم شهر طب ازاي طيب تعالي لعبي رياضة وشوفي هتطلعي منه ايه تعالي لعلمي الرسم او حطي قدامه كل الادوات وانت تقداري تكتشف الموهبة بتاعته تمام وطلعي عندي كان طفل اعاقة عقلية اعاقة عقلية يعني الاي كيو بتاعه اربعة وستين هو ملحيش الدمج لان عندنا الدمج من تمانية وستين مع دي ازنك يا دكتور معنا اتصال استاذة بالد فضالي السلام عليكم معاليكم السلام معالي سنحب بشارك معاكم والله الفضالي سؤالك ايه ماشي والله والموضوع بتاعكم جميل وانا واحدة من الفئات اللي انت تتكلم عنها وكده من الفئات ذو احتاجات خاصة يعني تمام بس فانا يعني عندي معاناة طلوك نفسي عاوزة توجيه للأثر اللي عندها يعني من ال استاذة اقبال ايه نوع الاعاقة اللي عنده حضرتك استاذة اقبال نعم ايه نوع الاعاقة بصري تمام لكن انا عندي مهارات كثيرة وبحاول انامي بحاول اطور من نفسك والمошكلة عن�도 على الاسره اسحتان عدم استفاهم وعدم الالتقضيل الامور دي وكده وضهدها هما معنديهمش انام شاطيلا اهلية وانا بتطور مهارات فالشخص لازه كده المجتمعي يزفتش ليه يديله اهمية اكثر من كده ويديله ثقة ونطيحة ونطيحة بعض الاسر اللي عندها تفقدata في العامات انام انهي طراعة وتهتم أكثر يعني تبقى عندها ثقة في النفس وتبقى ثقة لشخص اللي زي كده لأنه عنده قدرات ما يعني ما لم يتخيله أحد يعني بزبط كبير خالص وشخص ده لو تفتحات للحياة هيعمل حاجات كتير خالص لكن فعلا هو بيعاني وفي جد كبير بيقع للأشخاص اللي زي كده يعني لأنه الدولة صراحة يعني مفروض أنه هي تنمش مفروض أنه هي تجيهم اهتمام مش بس فلوس ومش بس تعليم لا تجيهم دعم نفسي أكبر مش بس أنه هم يعني ينضم للضمان الاجتماعي أو بينضم المدارس اللي هي تربية فكرية أو مدارس الخاصة وكده لا محتاجين دعم نفسي أكثر ومحتاجين دم في المجتمع أكبر إمان وهم اللي يعانوا وأنا واحدة يعاني معاناة كبيرة خالص مادم إمان حبيبتي أنت أم عظيمة أنت معاك أمانة ربنا هي اللي عندها صحي كده أنت اللي عندك الأعاقة صحي كده أيوة أنا حبيبتي قلبي طيب أنت ما تعرفيش أدبنا الكبير وشعرنا الكبير طيب طيب ده أنت إن شاء الله لو نميته كل قدرات أكبرش الأهل ما يفهمها لكن الحاجات دي بيعاني منها الشخص نفسي فهو ده فعلا محتاجين توعية للأهل أنا فهمتها هي عندها قدرات كتير عايزة تطلعها لكن مش قادرة من أهلها مش هو ده اللي أنت بتقوليه مش هو ده اللي أنت بتقوليه أنت عندك قدرات كتير عايزة تطلعيها واتنميها بس أهلك هم اللي مش متفاهمين ده فلازم تكون التوعية وأنا أعادك أن من حكوينا بالمصري مع ندى وهدى هنوصل صوتنا وتوعياتنا وهنقف معاك خليك معنا واسمعي الدكتور وهي حترد عليك علشان كده على طول بنقول إن إحنا محتاجين إرشادات أسرية يوميا السوشيال ميديا على التيفي على الإزاعة المصرية في كل مكان دكتور السوشيال ميديا واخدة تجاه النجاتف النجاتف خالص أنا واخدة من الناس حيانا مبلجة للنجاتف بتاع سراحة مفيش بوظفر دايما تلاقي الأخبار السيئة اللي نزلة لا ليه طبقا ليه 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 أنا كرانيا أنا بعمل كل فيديوهاتي توعية للأمهات بقولهم إزاي تشتغلوا مع أولادكو في البيت إزاي تقدار يتنمي قدرات ابنك لغويا وإدراقيا ومعرفيا كل حاجة أنت تقداري تعمليها في البيت لا مش كل السوشيال ميديا هتلاقيه كده لكن أنا بقولك إحنا لو عملنا توعية في كل مكان إحنا هنوصل كل صوتنا للأمهات حتى الأمهات أنا بحب أوجه كل كل كلامي للأمهات الغير بتعلمين هي دورها كبير جدا أنت كان أجل بالزابط أنا معاكي يعني أنا كنت من فترة شفت مشاكل كتيرة جدا في محافظة أسوان وإنا والأسور أنا مش أدري أقولك جات لكمية شكاوي أن هناك ما يعرفوش حاجة مفيش توعية مفيش طب إحنا فين إحنا نسيبهم طب إحنا فين؟ ننزل إحنا كمصر هي دي مش جزء من مصر إحنا كمصر فين؟ مفيش توعية هما مش فاهمين يعني إيه ابني ما بيتكلمش هما مش فاهمين بيقولوا بكرة يكبر وسايبينهم حد ست سنين والولد ما بيتكلمش اكتشفنا أنه هو توحد وإيه مش فاهمها تمام؟ فيه يعني بصي أكتر يعني أكتر متلازمة بقت وضحة وبينة جدا متلازمة دونس هندرو تمام؟ بينة ووضحة على الشكل والمفروض أنه من أنه هي بيبي بيبان وهو في بطنها بيبان تمام؟ طب أنت إيه ما حدش قال الطفل كبر بقى أربع سنين ومش فاهم أنه هي متلازمة تقولي يعني إيه ما محدش قال لي حاجة والمفروض أنه أنا أتعامل معاه إزاي طب إزاي معالجتهش؟ إزاي ده هو المفروض بيبقى نازل بحاجات عضوية كتير مفيش توعية كل حاجة يقوله ما عرفش ما عرفش وما فيش اهتمام برضو ممكن يكون بالكرة البعيدة شوية أو المحافظات البعيدة شوية أن المفروض مثلا المجتمع نفسه أو الدولة تبقى مسيطرة شوية في الحتة ديت أو منزلة ضوء في المكان ده أكتر يعني هو ده لأنا بقوله وهو ده مصقفة نادة مصقفة تقدري تدخلي على السوشيال ميديا وتصقفي نفسك وتقرأي في كل حاجة طب الأمة ضعيفة اللي ما تعرفش تقرأ لا تجيد ولا كراءة ولا كتابة المفروض دي تبقى إيه؟ المفروض دي تبقى إيه؟ ولادها هيطلعوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ هو ده اللي لازم المفروض نوجه كل الشاشة عليهم علشان هم دول اللي محتاجين المساعدة مش حد تاني الحد التاني أنا ممكن أثقف نفسي بنفسي أنا ممكن أعلم نفسي بنفسي لكن هم مين هيعلمهم؟ لكن هم يقدروا بضغطة إيد يفتحوا تيفي ويثقفوا نفسهم ويسمعوا يقدروا بالزبط يقدروا من أي زميلة على التوتش صغير على الموبايل ويجيبوا فيديو ويسمعوا فده دوركم فده المفروض هو اللي يحصل يعني هنا ده دور المرشد الأكاديمي بقى مع الأم ودور الأم مع الإبن في البيت ودور كلنا مع بعض المجتمع ككل لازم يبقى هو الواعي الرئيسي لكل ده كان في من فترة كده دكتور يعني من فترة قريبة كده كان في مطعم مشهور هنا في القاهرة عمل كل اللي فيه كان عندهم متلازم الدون كان جميل جدا وحاجة تانية وقعاقة تانية بس تقريبا بصرية تقريبا أو سمع وعمل كل الأجهزة اللي في المكان أن هي تخدم الناس دي أن هي بدل ما تبقى مثلا صورة بس لا ده حيبقى فيه جرس حيرين حيبقى فيه شعاع حيطل بالزبط بالزبط فده طبعا ننقول برضو حاجة كويسة في المجتمع أن هي حصلت حاجة ذي جميلة جدا معشان كده بقولك أنا في الفترة الأخيرة لمسنا ده إحنا بس كان نفسي نكمل ونشوف يعني إزوي الاحتياجات الخاصة كل الدرجاتهم أو نسبة الايكيو بتاعتهم بتبقى تحت الخمسة وستين بيحولوا لمدارس التنمية الفكرية تمام؟ طيب التنمية الفكرية هل هي مجهزة لاستضافتهم؟ ده اللي لأ اللي إحنا مش شايفينه مش موجود خالص مدارس التنمية الفكرية أو على الأقل اللي أنا شفتهم مش هنقول إنه كل المدارس بس المدرسين اللي جوه الأخصائيين اللي جوه أخصائيين تربية رياضية أخصائيين لغة عربية ما نهمش علاقة بعلم النفس ما نهمش علاقة بالتربية الخاصة ما نهمش علاقة نهائي بفئات الخاصة مفيش تمام؟ فبالتالي هل أنت مدرسة إنجلش هتعرفي تدرسي فرنش؟ هتفهمي فيه حاجة هتعرفي الجرامر بتاعه هتعرفي توصليه بالضبط تمام؟ هتعرفي توصلي المعلومة لأ طب أنا كلغة عربية أنا قدامي أطفال أعقى عقلية مع أعقى سماعية كمان ما فيش تنظيم كلهم حطنهم على بعض أنا عن نفسي لما بيجيلي طفل كده بقول للأم اشتغل إنتي مع ابنك الله يعينيك واشتغل إبنك ما هم ما قبلوش في المدرسة ما هم مش بيتقبل لإنه هو ملحيش الدم اشتغلي معاه وكملي لكن إن انتي توديها يروح التنمية الفكرية بينزل للأسف ما بيطلعش لإنهما بيعملوا دمج جوة بين الحالات لإنه إحنا عندنا شريح يعني أنا عندي أعقى عقلية الإيكيو بتاع 30 أعقى عقلية شديدة شديدة ما فيش أقعدوا مع حد عفهم أعقى عقلية بسيطة يعني خمسة وستين إعقى عقلية قابل كتتقسم ضعيف بسيطة قابل للتأهيل وغير قابل للتعلم تأهيل يعني أنت ممكن تطلع حاجة وتبقى بطل في شيء جميل جدا وتطلع حاجة كبيرة قوي ونمي قدراتك في كل شيء وتتعلم رعاية ذاتية وتتعلم كل ما حولك اجتماعيا لكن مسكة الورقة والقلم بتيجي عنده وبالنسباله هي صعبة فأنا أقدر أعمل كده أحطه مع إيكيو 30 بحيث أنه ده ياخد من ده ويتطبع بدا ويبقى الدمج هنا مش في مصلحة خالص بيبقاش في مصلحة الطفل أنا عندي سؤال لحضرتك إسبيرجر إسبيرجر زكي جدا معنبوش مشاكل ولكن عنده مشكلة مع المجتمع والفقائد مش بيحب يتعامل معك نفيش تفاعل اجتماعي طيب أنا هنا هوظف الموهبة إزاي لما هو أصلا رفد فكرة التفاعل الاجتماعي زي ما قلتلك باللعب أنا عندي إسبيرجر عندي أطفال الدون عندي أطفال النورمال بعمل دمج ويلا بنلعب لعبة وبخلي اللعبة لازم هو ياخد يعني الطفل هنا ياخد من إسبيرجر أو من طفل التوحد ياخد منه ويديله وطيف رباية هي إنه اللعبة فهماني؟ يعني إحنا بنعمل رسم بيبقى فيه تواصل تفاعل اجتماعي تمام؟ بقعده جوه حلقات ونرمي الكوار عليه وهو يلا هات يرميلي الكرة بالتالي يرميلي الكرة يخلي الطفل النورمال يتحك له ابتسامة هو حتة المشاعر والانفعالات عنده لسه مش بتبقى وصلاله تمام؟ بس مع التأهيل بتوصله إنه هو يبتسم ويتحك تبصي تلاقيه إيه؟ ابتدى يتفاعل بشده من اللي هو فيه وتشجع وتشجع لأ بشده تي كده بتخرجيه لكن الطفل التوحد الترابطي في التوحد اللي هو تحتيه برضو ليسبرجر ما هو ليسبرجر توحد تمام؟ لو أنت قفلت عليه وما فيش تفاعل اجتماعي ممكن فيه ماما تقولك لأنا مكتفية إن أنا أديله جلسات برايفت في البيت كده وخلاص أنا ما عملتش حاجة وفيه كتير فيه كتير أنا ما حبش إن أنا روح مركز لأ أنا فيه الأخ الصائي بتاعه بيجيله البيت طيب أنا طفل قاعد وقاعد بيشتغل تنمية مهارات تخاطب تعديل سلوك على تابل وشغال مع الأخ الصائي طب إيه خلاص اتكلم ماشي وكيفين فين التفاعل خرقته من اللي هو فيه إزاي أنا ما خرقتهش يعني حضرتك هنا بقى نقدر نقول أنت بتفضلي لأرشاد الجماعي أو طبعا أو طبعا إن هو كده برضو لما يجي ينزل الشارع أنا بعرف الطفل من اللي شغال مش من اللي اشتغل يعني مع المراكز أو اللي اشتغل لوحده أو اللي ما اشتغلش خالص لما بقابلهم في أي مول أو أي هايبر أدخل أي هايبر كده تبص تلاقي الطفل هو مجرد ما بيشوف الأنوار ويشوف الأصوات يفضل يعمل كده ويسرخ ومش عايز ومما تدرى فيه خلاص يسقط التكامل الحسي تمام ومش شرط ما احنا بتكلم بعد الوقت انا بقولك ده شغالين معاه ولا مش شغالين معاه ما عليش ما هو لو شغال معاه وشوف الإضاءات دي في المركز اللي هو شغال معاه ما احنا عندنا في غرف التكامل الحسي عامليه الإضاءات دي فهو تعود عليه قريدي يطلع برا في المجتمع لما هيلاقي ليه الكور اللي بتدور كده بتدور وبتعمل أنوار وألوان مختلفة هو خلاص شافها فبالتالي لما يشوفها في حتة تانية هيلقي الموضوع عادي أنا كده دخلته في المجتمع أنا كده دخلته معايا في المجتمع لو أنا سمعته أصوات بالموسيقى أو بالقرآن أو 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 وشغلنا حاجات كتير أو غنينا مع بعض طبعا احنا عندنا المايك هو المحفز الرئيسي للأطفال للكلام بنشتغل بيه لازم معيك دكتور احنا كده وعينا أكتر الأم الأسرة في البيت هتعمل ايه معنا دقيقة فممكن نوعي المجتمع والمحفزين بيه نفسي بقى المجتمع ونظرة المجتمع بالضبط كده لزوء الاحتجاجات الخاصة تنمية المهارات بتعديل المهارات لا مش بتكلم بقى على تنمية المهارات لأنه ما يصلي دقيقة النظرة يا جماعة الأم أنت أم زيها رأي مشاعرها رأي حساسها أنت أم وهي أم ما تشوفيش ابنها وتبعدي ابنك وتقولي إيه ده إيه ده هو عنده إيه أرجوكي رأي المشاعر دي خليه تعمل معي تمام أنت إيه المشكلة لما تلاقي طفل إعاقة عقلية إعاقة بصرية إعاقة سمعية داون سندروم حبايب قلبي أي طفل توحد موجود معك في الشارع طب طبي عليه هيحبك قوي مش تبعدي مني وتبعدي عنه كده وتنفري منه وتقولي لابنك لا 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 تعالى تعالى حرام بصي تفضلي هاد كنت هتقولي مرسي يا دكتور إحنا حقيقنا وارتين قوي النهار ده وكنا نتمنى للوقتي بقى أجمر من كده آه نشوف أنت كنت محضرة حاجات كتير إزاي قلتلك مش هتقولي ربعا مع الأسف الفكرة معنا خلصت ونستنى حضرتك في مرة تانية إن شاء الله ونتكلم بتوسع ناخد فاصل ونرجع مع الفكرة التانية واستنونا